السلام عليكم متابعي قناة خيطو مقسمة اهلا وسهلا بكم كنتمنى تكونوا في اتمي صحة وعافية درس اليوم ان شاء الله سنعمل مع بعض تفصيل لقات تركيا المحجبات باستعمال ورق المطبخ نعم ورق المطبخ سنستعمله كتوب سنطبق فيه هاد النظري اللي سنتعلم دابا سنطبق فيه هاد هي الطريقة باش اتعلموا جميع الموديلات والتطبيقة ديالهم طريقة سهلة ومبسطة ستشجعكم انكم تزعموه باش تخيطو الموديل اليان كما كتشوفو هاد هو الشكل اليالو كيجي شميز من قطعتين بخيطين مع بعض كتفصيل القطعة الاولى بحدة والتانية كتفصيل بحدة وكتجي هذه القطعة الثانية فحل الشكل اليالت النورة فيها كشكاشا وكذلك في الاكمام كتجي نفس الشكل كي تقسملكم على اتنان كتجي فيه ديك الكشكاشا كنحتاجو لهاد الموديل القياسة التالية عرض الكاتف كيما كنت اعمد لكم في درس اخذ القياسة والتطبيق اليال على البطرون كناخدوه من العدمة للعدمة وكنقسموه على اتنان كننزلوه جحالا انا في عرض الكاتف تركيز كي ناجوش عدة طرق باش كي يحسبو التركيز اعنطيكم اسهل طريقتين طريقة الاولى هي اما كتحسب نصف عرض الكاتف كددلو جد سنتيم هو نفسه اللي كتنزل به في التركيز والطريقة الثانية كتجيب مترو من هاد النقطة ماعلى نقطة في الكاتف في هديك العدمة اللي حسبنا منها العرض الكاتف كندورو المترو الى تحت الابط وكندورو المترو وكنقسموش حال خرجتنا كقسموها على اتنان هادا كوا التركيز دينا طول امام كننخدم اعلى نقطة من هن هنا حتى دورات الحزام كما كتشوفو هادا هو طول امام طول كامل كتحدو الطول شميزة شحال ما بغيتو فيها بغيتوها قسيرة بغيتوها طويلة ثم كتحدو الطول اللي بغيتو دورة الصدر كذلك كندورو بالمترو للدورة ليصد على منطقة في ارتفاع الصدر دورة الحزام كذلك كندورو المترو للدورة وكنقسموه على اربع دورة الهونش كذلك نفس الشيء وارتفاع الهونش وارتفاع الهونش كننخدم من منطقة الحزام تل اعلى منطقة المقابل اعلى منطقة في الهونش كتحدد ما بين 22 و23 طول كم كان حدوه من نقطة دي العدمة تلطول اللي بغيتو في الكوم يجيكم والتركيز هو نفسه اللي كان خدموه الفوق وكان خدموه به الكوم فم الكوم كتأملوش حال ما بغيتو عتاني في الفتحة دي الكوم بغيتو واسع بغيتو مزيار وهناي هاد الكوم كتقسمتهو على اتنان كان قسموه على اتنان كنقسم في دورة المرفق إلا بغيتو يجيكم مزيار من فوق كتحدو دورة المرفق باش كيجيكم من فوق مزيار ومن تحت كيجيكم دي الكاشكاشة بعد ما عرفنا القياسات اللي غنحتاجوا لهذا الموديل غادي نمشيوا معا بعد باش نشوفوا التطبيق اليالو على الباترون ونبدو على بركة الله بعد السلسة على الرسول كما كتشوفوني أنا هنا غادي نرسمو حد المستطيل عمودي طول اليالو هو طول شميز شحن ما كان عندكم فيها غتأملو فيه أنا عمز في الطول اليالة ملت 12 سنتيم و نص وفي عرض الكاتف غادي نعمل أربعة و نص انتوما عملوا نفس القياسات في التطبيق في الديفتر ديالكم دبا انتوما طبقوا معي بهذه القياسات حتى تفهموا كيفاش كتطبقوا القياسات عاد رسموا بالباترون بالقياسات ديالكم الحقيقية هنا غادي نعمل واحد سنتيم و نص ديال العنق وغادي نزل بواحد سنتيم عفوان بواحد مليم او جج مليم ديال فتحة ديال العنق هنا غادي نزل بواحد مليم في التطيح عفوان وغنصل نقطات ديالي من هنا اللي هنا ديال عرض الكاتف للتطيح ديالي سنزل بالتركيز 1.5 سنتيم نرسم خط أفقي على دورة الحزام أفواً على دورة الصدر سنحدد دورة الصدر 5.5 سنتيم سنقوم بها سنقسم هذه المنطقة على 2 سنتيم وندخل ب 1 ميلام أو جوج لكي نقوم بعمل تحريفة تحريفتكم بهذه الطريقة ثم سنزل بالطول الأمام 6 سنتيم ونخرج بدورة الحزام 5 سنتيم 1.5 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 سنتيم فهنا ندخل 3 سنتيم او لجوجو نص باش غادي جي فيها واحد الكشكاشة ثم في القياس الحقيقي غادي زيدو 20 سنتيم 25 سنتيم لحسبش حال فبغيتو في الكشكاشة او بغيتوها كبيرة او بغيتوها صغيرة هنا يا بعد ما زيت هذه الزيادة كي جي الشكل يالو مستطيل بهذا الطريقة هاد القطعة كتجيبو حديثة نقطعوها بوحدة باش كنعملو للكشكاشة من بعد وهنا يا من بعد غادي نخرجو فسحة العنق ديال الامام بعد ما امننا فسحة الامام فسحة الخلف فسحة العنق ديال خلف دا بغادي نمشو باش نرسمو لكم ديالنا باترون ديال لكم غادي نعمل في الطول 8 سنتيم نعمل والتركيز ديالنا كما قول لكم نخدمنا به غادي نهبطه جوجو نص كننزلو في الحقيقة باربعتاشر سنتيم هنا غادي نزل بواحد سنتيم ونص نقص في الموضي المصغر عنصيلو بهذا الطريقة هاد النقطة بهذا النقطة كنت عملكم اوزاني درس ديال الباترون ديالكم طلعو اليه باش تفهمو اكثر عنصيلو هاد النقطة مع بعثم بعد ما حدنا فسحة الكم كرسمو هادا بارسمنا لكم العادي ديالنا هنا غادي نعمل تحريفه ديالنا كنقسمو على اربعة ديال منطقة جزء العلوي كنطلع بواحد الميليم وكننزلو بواحد الميليم في هاد الموضي المصغر في الحقيقة كنطلع بواحد سنتيم ونص حتى السنتيم بعد ما حدنا تحريفه ديالنا كنجيو المرفق وكننخرجو بواحد نقطة وكننخرجو بواحد الخط وكننزيدو ذيك النسبة ديال الكشكاشة اللي غادينا في اليد عشر سنتيم أو خمستة سنتيم في الحقيقة كنعملوها هنا يهوت واحد سنتيم ونص وكننحدو الشكل اللي يلكم بهذا الطريق بعد ما حدنا الباترون ديالنا بعد ما قطعنا هذا هو الباترون ديالنا وهدو هم جميع أجزاء الباترون بعد ما نقطعه كنحصل عليه بهذا الطريقه نجيب ورق المطبخ اللي غادي نعتبره هو التوب ديالنا كما كتشوفو هذا هو ورق المطبخ غادي نتنيوه على اثنان ثم على اربع لهذا الشميس كنحتاجو جوج مترو جوج مترو ونص لكو تعملوها واسع كنجيبو باترون ديالنا الجزء العلوي كنعملوه بهذا الطريقه الجيه المسدودة اللي بجوجب لانهو كتجي مسدودة من الامام ومن الخلف هدو الرشمو على الباترون ديالنا انسيز انا ما قوت لكمش بان القياسات كاملة كنزيدو لسنتيم ونص ديال الخياطة هنا بعد المرسم في الباترون ديالي انا زيت لزيادة ديال الخياطة في الباترون ثم كذلك خسكم تعملو قياسة ديالكم وزيدو لها الزيادة ديال الخياطة والسرجي هذا هو ديالة النورة اللي كجي من الاسفل كذلك من جهة مسدودة هنحدو وهذا هو الكم كذلك اغاني نعملو جهة مسدودة مع جهة مسدودة اغاني نعملو جهة مسدودة ثم اغاني نعملو جهة والتوب هدو مالقطع ديالنا اللي حصلنا اليوم بعد ما قطعنا التوب ديالنا كنحيدو جهة الامام كنحرفو تحريفة ديال العنق ديال الامام وهدو الشكل ديالو هادي هادي جزء السفلي كنعملو له هادي سكريشات كشكاشة اللي كجيفة باش نخيطو على القياز ديال الحزام بعد ما كنعملو الكشكاشة كنعملوها على القياز ديال الحزام بهالطريقة هذا ديال الخلف هذا دبا حل تساوب كتعملو له كشكاشة يا اما عملوه بماكينة الطريقة يوريسكم يا اما عملوه بالإبراء اما عملوه بالخيط والإبراء انا كنت امتلكم الدرس ديال البيدلة امتلكم فيه كيفاش تعملو الكشكاشة بالماكينة بطريقة سهلة طلعوا عليه المزيد مستفادة وهدو الاكمام ديالنا جزء السفلي كما كتشوفو كنفتحو كنخيطوها مع بعضهما الولا بعد ما كنعملو الكشكاشة بهالطريقة ثم كتعملوها في التوب كما قلت لكم يقوم بخيطو الإبراء وهذا هو الشكل النهائي ديال موديل لنا طريقة الخياطة كما كتشوفو كنخيطو دائما الأكساف مع بعضهم بعد ما كنخيطو لكم الأجزاء ديالو مع بعض كنخيطوهم هيدا هما الثانين ثم كنخيطو تنورا كل تنورا مع الجهة ديالا وبعد ما كنخيطو كيكون الشكل يالوم هيدا هيدا كنخيطو من الجوانب وكنهودو نيشان وهذا هو الشكل الموديل اللي لنا طبقنا على ورق المطبخ بطريقة سهلة كأنكم كتبقوا للتوب بغا تفهموا الموديل أكثر وهذا هو الشكل الموديل اللي خدمنا مع بعض كيجي مخيط بهالطريقة كنتمنى الشرح اليوم يكون واضح وفهمتو استفدتو موسيقى